قال عدد من المسؤولين الأمريكيين أن الرصيف الذي بناه الجيش الأمريكي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة سيعاد تركيبه بهدف استخدامه لعدة أيام ثم سيجري إزالته بشكل دائم وأضح أن الهدف من إعادة تركيبه هو إزالة المساعدات المتراكمة ونقلها إلى غزة حتى الآن الرصيف العائم ما زال في أشتون القيادة المركزية تعتزم إعادة تثبيت الرصيف مبدئياً هذا الأسبوع ما سيمكن مرة أخرى من إيصال مساعدة إضافية إلى غزة